نجوم القرآن أشهر القراء في شهر الغفران لأصواتهم تخشع القلوب وتستمتع الآدان وتقشعر الأبدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم بدأت علاقتي بالقرآن الكريم مبكرا والحمد لله منذ مرحلة الطفولة حيث كنت أرتاد المسجد القرية منذ الطفولة المبكرة قبل سن تمدرس وبعد سن تمدرس كنت أواصل القراءة للقرآن الكريم في مسجد القرية طبعا ثم بعدما أكملت التعليم الابتدائي ودخلت في التعليم الإعدادي انقطعت لفترة عن الدراسة العمومية وتفرغت لحفظ القرآن الكريم وكان ذلك تقريبا في ثلاث سنوات فبعد أن أكملت سن الخامسة عشرة كنت والحمد لله قد حفظت القرآن الكريم وكان ذلك على أيدي مجموعة من القراء الذين كان لهم الفضل بعد الله تعالى علي في حفظ القرآن الكريم أذكر منهم الشيخ أبو الكريم بن حيدا الذي تلقيت على يديه بدايات التعلم والحروف والصور الأولى من القرآن الكريم ثم عبد الكريم الغرفي ثم علي صغيري ثم محمد الخياري وكان النصيب الأكبر مع شيخي سيد الحاج بن عمار في مدينة تنغير هذا الشيخ الذي تلقيت عنه معظم القرآن الكريم وكان الفتح على يديه بإذن الله تعالى فحفظت القرآن الكريم وبعد ذلك انتقلت إلى معهد البعث الإسلامي في وجدة لتلقي العلوم الشرعية وكان التأثير الأكبر في الحقيقة للشيخ أحمد غشجو العروسي الذي تلقيت عليه مبادئ علم التجويد بعدما من الله علي بتخرج من معهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية بوجدة سنة 1996 أو آخر سنة 1996 التحقت مباشرة بمسجد الإيمان بحي الفتح بوجدة واشتغلت بالإمامة منذ يوم إذ يعني الآن منذ حوالي ثلاثين وعشرين سنة أأم الناس في هذا المسجد وأقدم دروس الوعظ والإرشاد واشتغلت أيضا منذ اليوم الأول بالخطابة في مسجد آخر بمسجد المدينة المنورة في مدينة وجدة لمدة عشر سنوات تقريبا وبعده انتقلت لمسجد النور المحمدي وما زلت أمارس الخطابة فيه إلى يومنا هذا والحمد لله هناك قراءات حقيقة محبة للنفس وعندما يقرأ بها الإنسان يجد فيها راحته طبعا القراءات هي متنوعة هناك قراءة تصلح لما يتعلق بصرات التراويح مثلا في المسجد وهناك قراءة قد تكون أكثر ترتيلا وربما بصيغة التحقيق فيما يتعلق بالجلسات وما إلى ذلك وهناك قراءة حدرية يعني سريعة قراءة سريعة تكون عادة للمراجعة بالنسبة لحافظ القرآن لابد أن يشتغل بالقرآن الكريم فهو يراجعه يوميا يراجع جزءا مهما منه ولذلك يقرأ أحيانا بقراءة سريعة يتحبب أو مما حبب إلى نفسي من القراءات ما اسمعه من بعض المشايخ وبعض القراءة الذين يقرؤون بأطوار مختلفة وبأنواع مختلفة من القراءات كلها والحمد لله تؤدي وظيفتها في المجال الذي حددت له بالنسبة للقراء الذين تأثرت بهم حقيقة كان التأثر بالغا بمجموعة من القراء المغاربة خصوصا وأيضا بعض القراء العالميين حقيقة فأعتقد أن أول من تأثرت به كثيرا واستفدت منه كثيرا في قواعد التجويد والأداء شيخ المغاربة عموما في الحقيقة وهو الأستاذ عبد الحميد حسين رحمة الله عليه الشيخ عبد الحميد حسين لم أجلس إليه مباشرة وإنما أخذت عنه علم التجويد من خلال برنامج كان يدعو في أواخر ثمانينيات القرن الماضي على الأقل حيث أدركته وبداية التسعينيات فكان هذا البرنامج كيف نقرأ القرآن كان برنامجا في الحقيقة رائدا بحيث تعلم منه عدد كبير من القراء المغاربة وغير المغاربة فكان الشيخ عبد الحميد حسين رحمه الله نبراسا في هذا فأخذت عنه معظم القواعد من خلال البرنامج الذي كنت أحرص على متابعته كل أسبوع كان يدعو أسبوعيا يوم الأربعاء على الساعة التاسعة مساء ويعاد صبيحة يوم الأحد فكنت بين قوسين مدمنا على متابعته والحمد لله فأخذت عنه معظم القواعد بعد هذه المرحلة بعدما انتقلت لمعهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية أخذت علم التجويد نظريا وتطبيقيا أيضا على يد أستاذي وشيخي سيد الحج حمد خجو العروسي المغربي المعروف الذي كان قد سجل المسيرة القرآنية منذ مدة طويلة وقد أكرمه الله بصوت حسن فأخذت عنه ما تبقى من قواعد التجويد والقراءة وأيضا الجانب التطبيقي العملي للتجويد وأثناء هذا وقبله وبعده كنت وما زلت متابعا لبعض مشاهر القراء في العالم الإسلامي الذين حقيقة أثروا في مساري مع القرآن الكريم خصوصا أذكر منهم اثنين تأثرت بهما كثيرا وما زالت تأثرة بهما إلى يومنا هذا الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمود صديق المنشاوي عليهما رحمة الله هذان القرآن حقيقة أثروا فيه كثيرا وما زلت أحرص كلما أتيحت الفرصة على الاستماع إليهما رمضان هذا العام حقيقة له خصوصيته حيث أغلقت المساجد بسبب هذا الوباء نسأل الله تعالى أن يرفعه عننا وعن المسلمين وعن العالم أجمع خصوصية هذا العام أننا حرمنا من صلاة التراويح في المساجد لكن والحمد لله لم نحرم من صلاة التراويح إذا كانت المساجد مغلقة فقد كانت هذه فرصة لنقضي الوقت في البيت مع مكتبتنا مع كتبنا مع أهلنا مع أولادنا وهذا حقيقة فضل من الله تعالى حيث إن الوقت الذي ربما كنا ندعي أنه غير لا يسمح لنا بتدريس الأطفال مثلا في البيت أو مساعدتهم على التعلوم أو كذا فليوم الحمد لله الوقت متاح بشكل كبير جدا فأنا أقضي يومي والحمد لله بعد الاستيقاظ في تعهد القرآن الكريم لا بد من جزء قرآني كل يوم ثم لا بد أيضا من المطالعة في المكتبات ولا بد من جلسة مع الأطفال من أجل تعليمهم شيئا من القرآن الكريم هذه المناسبة إذن مناسبة رمضان لهذا العام مع هذه الخصوص التي تحدثت عنها آنفا هي التي جعلت لدينا وقتا والحمد لله فائضا من أجل أن نخصصه لما ينبغي أن يخصص له وأهم ما ينبغي الاهتمام به في رمضان بالنسبة لقارئ القرآن أن يهتم بتحفيظ أبنائه شيئا من القرآن الكريم وشيئا من التجويد ما دمنا في شهر القرآن وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ نجوم القرآن أشهر القراء في شهر الغفران لأصواتهم تخشع القلوب وتستمتع الآدان وتخشعر الأبدان اشتركوا في القناة